معقولة تركيا اللي هي جزء من التحالف الدولي وجيش قوي جدا واقتصاد قوي جدا مدرسة هذا الموضوع بأنه رح ينتشر الإرهاب ورح يطلعون الدواعش هم حاسبيها 30 كيلو متر يأسسون منطقة آمنة وغيرها أي أقل تركيا يعني بهذا الجهل ولم تحسب هذه الأمور البعض دي يشوف أكو مؤامرة بالموقف كله أنا أعكد لك أن هناك مؤامرة وهناك ما خلف الكواليس وهناك ربما طبخة جديدة يعني برعاية التحالف الدولي تركيا هي حضو مهم في حلف الناتو في التحالف الدولي وبالتالي ما ممكن أن تخطو أي خطوة بعيدا عن الرضاة الأمريكية حتى رغم المشاكل التي حصلت في موضوع الأس أربعمية أعتقد هي ما ممكن أن تكون ذريعة أو غطاء لأن يقوم الجانب التركي بهجومة على سوريا يجب أن يكون للولايات المتحدة كلمة وأعتقد أنه إذا دخل الدب الروسي في هذه المعادلة ستتغير المعطيات وممكن أن تصبح قواعد الاشتباك متوازنة وتؤذر على الجانب التركي الآن الجانب التركي يعني يتعكز على فصائل نحن نصفها بفصائل أرهابية فصائل مثل الجيش الحور وجبهة النصرة حقيقة التي عاثت فسادا وخرابا ودمارا في الأراضي السورية تعتبر نفسها معارضة المعارضة يجب أن تجلس إلى طاولة الحوار تقدم ما تريد ولا ممكن أن تكون هي يد أو سلاح بيد السلطات التركية لشعال حرب كبيرة ممكن أن تأكل الأخضر واليابس وستكون المتضرر الأكبر وأعتقد سيد الكريم أن الموضوع الآن أشاهده وأراه أن توريطة تركيا هي كما ورطت أمريكا صدام حسين في دخولها إلى الكويت شبيه جدا وأعتقد هي ستدفع ثمن هذا العدوان ترجمة نانسي قنقر